قهر وألم وغضب وحيرة ورعب من مجهول آت وقلق من مصير يعتبرونه محقق كلها مشاعر متضاربة تعتري رجل الأعمال أحمد المراسقة وأصحاب مصالح تجارية وورش صناعية عقب تلقيهم مؤخرا انذارات وغرامات مالية وأوامر هدم من قبل وحدة الرقابة على البناء غير المرخص خلال أيام وأصابيع من لحظة إبلاغهم حيث يدور الحديث عن أكثر من 200 متضرر ومهدد بدفع غرامات تتراوح ما بين 600 ألف شكل ومليون ومئتي ألف شكل يعني 15 سنة بعد تعب وشكاء على كل هذا الموضوع بيجي اليوم بكلك انت خلص فيش لك وجود انت اليوم مش لازت تبكى هون هذا الاشي جثير صعب جثير مؤلم بعدين المعامل حتى لدرجة المعامل أنا أعتقد أنه المجهود يجب أن يكون مكثف من ثلاث جهات جهة أولى المسار القضائي جهة ثانية المسار التخطيطي وجهة ثالثة المسار الشعبي مثل هذه اللقاءات حتى نعلم الناس ونوعي الناس ونوعي ذو الخبرات المناسبة لكي يساعدوا في هذا الموضوع وفيما تسود في منطقة وادي عارة أجواء من الاستياء الشديد من الإنذارات والغرامات الإدارية وأوامر الهدم التي تم إصدارها في الفترة الأخيرة بحق أكثر من عائلة تكاتفت اللجان الشعبية في وادي عارة بهدف التصدي للهجمة الشريسة على أصحاب المحال التجارية والعمل على تخطيط وتنظيم مناطق صناعية طبعا نحن كلجنة شعبية عايشين في هذا المجتمع ونحن نتركب هذه الأمور فقمنا على تأطير أصحاب هذه المصالح من خلال إنشاء لجنة لجان محلية في كل بلد لجنة خاصة بهم وفي كل منطقة وادي عارة ستنبثق لجنة من كل هذه اللجان للتوجه إلى رؤساء السلطات المحلية والتعاون معهم نحن نعتبر حالنا كشركة البطن واسي أكثر طرف الضرر من قانون كاملت حد ما بدأ التنفيذ تبعه أول ناس يأخذون لهم العدي تبعة البناء نحن أول ما بدأ القانون أخذونا مشواء أو ميكسر أول طرف يصير فيه هذا الإجراء من يوم إلى اليوم صارت معنا قرابة 30 مرة هذا وعقدت اللجان الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مختلف قرى ومدن المثلث اجتماعات طارئة من أجل منقشة سبل التصدي لهذه القرارات ومواكبة هذه القضية التي تهدد أمن مصالحهم وتلحق الأذى بمئات الأسر التي تعمل وتستفيد من هذه الورشات التي تشكل بالنسبة لهم ولأسرهم مصدر عيش نحن لن نكف مكتوفي لأيدي وسنكون بكل الطرق والأساليب المتاحة بين أيدينا لمنع مثل هذه التضييقات ومنع هذا الإخلاء ومنع هذه الغرامات حتى تؤدي المصالح التجارية في بلادنا دورها على تم وجه وفي خضم هذه الحرب الدروس ضد أصحاب المصالح التجارية في المثلث والتي يواجه بعضها خطر الإغلاق تبقى عشرات الأسئلة بلا أجوبة أمام سياسة التعنيف والظلم والهدم التي تهدف إلى تضييق الخناق على المصالح التجارية التي تشكل مصدر رزق لمئات العائلات ترجمة نانسي قنقر